نفس الحوار كده بالنسبة لكلمة The Bravious. The Bravious يعني السابق اللي هي كانت أصلاً لست وهي مباشرة. يعني الجملة دي وهي في المباشر كانت لست. طيب يعني كانت أصلاً في لست يبقى كانت الجملة ماضي. طب هو لما كانت ماضي في المباشر لما تحول غير مباشرة تبقى إيه ماضي تام. فبالتالي منطقياً كده ومن غير ما تفكر. لما تلاقي كلمة The Bravious وفعلاً القول ماضي يخد بالك تختار هاد والتصريف التالت. أركز قوي في الحاجات دي. نفس الفكرة بالنسبة ل The Following. The Following يعني التالي واللي هي أصلاً كانت Next. فبالتالي جملة وهي مباشرة كانت Next. يعني كان فيه في الجملة وهي مباشرة ويلو المصدر. طب دلوقتي بعد ما كانت ويلو المصدر أحولها أنا في الرجل مباشرة ليه؟ لوضو المصدر. واحد يقول لي بس وضو المصدر وخلاص. لا مش وضو المصدر وخلاص يا حبيبي. ما ينفعش. لأنه في مستقبل تاني غير وضو المصدر. انت مش ويلو المصدر ده مستقبل. واما وزا وار او جاينج تو ده مستقبل برضو. جاينج تو المصدر مستقبل برضو. فبالتالي يبقى لما تلاقي The Previous. Sorry The Following تعرف إنه ممكن ما يبقى وضو. يعني لو ما عندكش وضو في الاختيارات ما تحترش وما تزعلش. لا فيه. فيه حاجة تاني. ليه was aware going to والمصدر. طب ما فيش لا وضو ولا going to was aware. طب ما ممكن يبقى كان مستقبل بالمدارع المستمر. انت ناس ان كان فيه am or was or are زي الverb زينج جي ده ننفع مدارع أصلا ينفع مستقبل. فبالتالي طالما am or was or are زي الverb زينج جي مستقبل يبقى لما كان غير مباشر بإيه؟ لما تحاول غير مباشر بإيه؟ لما تحاول غير مباشر بإيه؟ was aware في ينفع. فبالتالي ده او ده او ده. طب انا هختار مين فيهم بقى لو جاء. مش هجي لك التلاتة يا عام انت. هيجي لك واحدة منهم صح والبقين كلهم غلطي. يبقى انت لما تلاقي كلمة the following عندك اختار من التلاتة. يا اما was aware going to. يا اما was aware verb زينج جي. في الغير مباشر برضو. انت خلاص تأكد ان الجملة دي سؤال غير مباشر. ازاي فيه اسكد. وفيه رابط اد الدنيا زي مثلا كلمة if or weather. weather اللي هي w h. مش w e a. تأكدت ان الكلام ده سؤال في الغير مباشر. طالما تأكدت ان السؤال في الغير مباشر. هو هتحطي للفعل المساعد قبل الفاعل. يعني ما يفعش يبقى had he. او was she. لا 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 استنى. واحد يقول لي يا مستر مش ده سؤال. المفروض السؤال كده. وانت بتقول لنا وانت بتشرح لنا المحادسات. ان نعمل كده في المحادسة نحط في السؤال. نحط الفعل المساعد قبل الفاعل. اه يا فاندم. ده في المباشر. انما لما تحول لغير مباشر بنحول الصيغة. من صيغة سؤال الى ص خبرية. فلازم يبقى الفاعل قبل الفاعل المساعد. يعني لازم had he. sorry. he had. خبرة بيض. هضيعكم. he had. she was. انت فاهمني. يعني لازم يبقى الفاعل اولا ثم الفاعل المساعد. الفاعل الاول ثم الفاعل المساعد. لازم تضع الفاعل قبل الفاعل المساعد. ومش العكس. يعني مش had he. ولا was she. لا. he had. وshe was. وهكذا. كلمة used to الوحدها معناها اعتاد ان يفعل شيئا في الماضي. حلو ده كويس جدا. لما يجي اما was or are قبلها اما was or were قبلها وبعدها used to يبقى كده الموضوع مش هيبه المصدر. ليه? used to الوحدها معناها اعتاد ان ويجي بعدها في الماضي ويجي بعدها المصدر. انما اما was or used to was or were used to بيجي بعدها ing. اما was or were used to معناها معتاد الان متعود دلوقتي على حاجة. وwas or were used to معناها تعود زمان زيها زي used to الوحدها. هي نفس الفكرة نفس المعنى انما used to الوحدها بعدها المصدر انما was or were used to ing واما was or were used to ing. كلمة at time يعني حان وقت كذا او would rather لما يجي بعدها فاعل الاتنين دول لازم يجي بعدهم الماضي البسيط. فعل ماضي الماضي اللي هو اي دي او فعل في التصريف التاني لو فعلش هزي. احفظ دي لانه it's time would rather زاد الفاعل بيجوا كتير. يبقى it's time او would rather زاد الفاعل لازم يجي بعدها فعل في الماضي البسيط. اما would rather لوحدها من غير فاعل بعدها يجي بعدها المصدر. اقول لك مثلا ايه? you would rather study. study خلي بقى لكنا غير تو. اه? مش تو study. study بس. you would rather انت المفروض go to school on time. افضل ااسف افضل. would rather you would rather you went. لما يبقى فيه فاعل بعدها الماضي. لما يبقى عندك في السؤال الغير مباشر الاختيارات في كفاء للقول يا ترا هي أخطر مما كلهم سأل أو أراد أن يعرف أو تسأل وكلهم غير مباشر وكلهم في الأسئلة أنا أعمل إيها فاندب أنت الأول تأكدت أن السؤال فيه وذر وفيه إف مثلا وفيه أداة استفهام مثلا فيه رابط يدول أن ده السؤال حلو جد طالما سؤال يبقى أنت عايز واحدة من الأربعة يا سلام أنت كده قلت لي ما نقوله واحدة من الأربعة أعمل أنا يبقى لما تلاقي واحد يتكلم واحد يسمع متكلم ومستمع زي مثلا فيه المتكلم وفيه المستمع هنا واحد يتكلم وواحد يسمع يبقى أسكت أسكت تيجي لازم مع أحد يتكلم وواحد يسمع شخصين يتكلم مع بعض إنما لو ما فيش لو متكلم وبعدين شايف أنت علامة غلط لأ أقول لك عليها مفيش حد هنا مفيش مستمع هنا هنا بقى وطبعا مش هيجيب لك الثلاثة عشان ما تسألني هيجيب لك واحدة منهم والبينة هيبو غلط يعني هجيب لك اختيار صح والبينة يبغلق فبالتالي هتختار واحدة من الثلاثة دول لو مفيش شخص آخر هنا وانت تأكدت انه سؤال الصفة المكونة من اكتر من كلمة زي مثلا I met. انا قابلت. A 14 year old girl. بنت عمرها 14 سنة. دي صفة انا بوصف البنت ان هي عمرها 14 سنة. 14 year old. فبالتالي الصفة اللي بتتكون من اكتر من كلمة هعمل انا ايه فيها? هروح اعمل ايه? هروح احط الشرطة من كل كلمة والتاني. انا بوصف البنت ان هي عمرها 14 سنة. 14 سنة. فبعد احط الشرطة من كل كلمة والتانية. واجي عندي يرق ومحطلاش اس الجامعة ودي مهم. ما تختارش اللي فيها اس الجامعة. تقول 14 year old girl. طيب. انا مثلا I talk انا اخدت زي البسالة المكتوبة عندك ده. I talk a 10 minute break. break مدته 10. انا بوصف الbreak انه مدته 10 دقايق. خلاص? فين الشرطة اللي انا المفروض اكون حططها هنا? نسيتها. كارسة. يعني انا مفروض هنا احط شرطة. حط انت الشرطة مكاني عشان مفروض دي مصيبة حصل. خلاص? طيب 10 minute break يبال مفروض فيه هنا شرطة وهنا ما فيش اس الجامعة. وين يعني يكسب؟ بتيجي مع الكاس والمنافسة والمسابقة والسباق وخلاص المنافسات والسباقات والميداليات والكؤوس والحاجات دي. وين الرئيس وين الميدال وين الكاب. يعني يعني يكسب فلوس. او يعني يعني يكسب معها ماني او كلمة ليفينج اللي هي قوتة يوم. يعني يعني يكسب شيء معناوي غير ملموس. يكسب شهرة. يكسب حب زي ما انا بتمنى كده ان اكسب حبكم مثلا. يكسب الديمقراطية. حاجة مش ملموسة ما تمسكهاش بايدك. يبقى كلمة يجي بعدها حاجة غير ملموسة بالايد. بيت يعني ينزم ويجي بعدها الشخص المهزوم اللي هو مفعول به. خلاص انا عايزك اولا تسامحني يعني ان الخط نسباله. علشان اللي بكتب بكتب بسرعة قوي. لقينا حتى نسيل الشرطة بتاعت الصفة. خلاص. بكتب بسرعة في الخط وحش سوري. بس انا كنت بحاول اخلص الحلقة دي عشان نزلها لكم يعني. فيبقى بيت يعني يهزم يجي بعدها مفعول به. اللي هو الشخص المهزوم يعني. ودي معناها يهزم. دي قاعدة واحدة كاملة. هاف. اللي هي انا خلت فلان يعمل كزا. انا اقبرت فلان او اقناعت فلان يعمل كزا. هاف. يجي بعدها عاقل ثم المصدر. لو هاف او جيت اي واحدة من الاتنين جي بعدها غير عاقل يجي بعدها التصريف الثالث. فيه كم ملحوظة عايز اقولهم في الموضوع ده اركز معاه. اول حاجة هي هاف او جيت شكلها بتغير ازاي. انا احيان بشوف هاف واحيان بشوف هاد واحيان هاد واحيان هاف هاد واحيان هاد هاد. زيطا. يا حبيبي دي ازمنة هاف. اشكال هاف. هاف بتتصرف باشكال مختلفة. طب ايه اللي بيغيرها؟ ايه الحاجة اللي بتغير هاف و بتخليها تتغير باشكال دي؟ حاجتين. زمن الجملة بيبقى كتبلك في الاخر كده tomorrow غدا يبقى ايه الهاف. yesterday يبقى هات. انا و يبقى is having. فاهمني بيبقى كتبلك كلمة تدول على الزمن هاد دي بتغير هاف. حاجة كمان الفاعل مفرد يبقى has بس. الفاعل جامع يبقى have. مفرد يبقى is having. الجامع يبقى are having. بس المهم انه اي ان كان شكل هاف دي القادرة اللي بعدها متغيرش يعني هاف او هاز او is having او هاد او هاد او هاد او اي ان كان الشكل بتاع هاف او get القادرة اللي بعدها هي هي. يعني هاف او هاز او اي واحدة منهم او كل اللي انا قلتهم دول عشان ما تكررش كتير عقلي بمصدر. get وكل الحاجات get وget so is getting or getting have got كلهم عقلي بتقول مصدر. اي واحدة منهم كلهم have او get غير عقلي بتصريف تالب. خلاص؟ حالة شازة اخيرة عشان ما نساهاش وما بتاخد بالك منها. لو ما جالكش. لو جالك هاف وعاقل وما ادكش في الاختيارات مصدر. اعمل ايه. كده يبقى عايزك تتكلم في الحالة الشازة. في حالة شازة اه. اللي هي اين جي. صحيح اولا القوي قوي. لما بتيجي بس خليك عارفها. انه. هاف اه. اه. المفروض هاف المصدر. بس لو جات اختيارات اين جي. وما فيش مصدر اه. لو في مصدر بروحها المصدر القاعدة الاصلية. هو مش يجيب لك اتنين يعني. بس انا بقول لك يعني لو القاعدة الاصلية المصدر. ما فيش المصدر يبقى ممكن يبقى جيب لك. كلمة لاونش يعني يطلق. يجي بعدها اه اسم من حاجة. ما عزها يطلق صاروخ. يطلق ساتيلايت. بس يجي معها الموضة كمان اه. يعني ممكن لاونش. افاش. 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 يعمل تمشيه في الفضاء. يتنشر في الفضاء. وفيه دو اريسيرش انا مش كاتبك من الحاجات دي. دو اريسيرش يعني نعمي البحث. ودو او هومورك. ودو هاوسورك. ودو افايفور. الاخر واحدة دي اللي هي دو افايفور دي معناها يعمل معروف بحد. كلهم ياخدوا دو. فاخد بالك الحاجات دي بيجي عليها اختيارات. الكلمات اللي بيجي بعدها ING اصلا. انت عارف طبعا فيه شوية افعال وكلمات ومصطلحات بيجي بعدهم ING. انا في اول الحلقة قلت لك او في حلقة الاولى من الحلقات دي سلسلة الحلقات دي قلت لك انه في زي كلمات مثلا زي look forward to. زي use the tool اجاب لها verb to be. وزي it's a waste of money. المهم يعني. كلهم دول بيجي بعدهم ING. وكلمات كتير وافعال زي like و enjoy وحاجات كتير. انت حافظه مش كده. طيب الحاجات اللي بيجي بعدها ING دي. لو جت بعدها مجهول يبقى لازم بعدها being والتصريف الثالث. تاني. الكلمات التي يأتي بعدها ING. اذا جاءت مجهول يأتي بعدها being وتصريف الثالث. بص كده الجملة دي. I don't like being. المفروض like being بعدها ING. طب انا بحبش انتقد. مجهول. انا مش عايز. ما بحبش حد ينتقدني يعني. بس انا كاتب اجابها مجهول. يبقى I don't like being criticised ما بحبش انتقد. كلمة while. while يعني بينما طبعا انت رأي في القاعدة بتاع while بعدها مضي بستمر ثم مضي بسيط. before يعني قبلها بيجي بعدها بسيط ثم تام. after بيجي بعدها تام ثم بسيط. كلهم كل واحدة منهم لها قاعدة. انما التلاتة لو مجهاش بعدهم فاعل يبقى بعدهم ING مباشرة. طول ما ما عندكش فاعل هنا بعد الثلاث كلمات دول. يبقى على طول ما تفكرش. ING على طول. من غير ما تفكر. طيب. حط معاهم كمان كلمة on. لما بتيجي في اول الكلام اللي هو on arriving بوصولي حصل كذا لو عندما وصلت يعني. on و while و before و after. فيش فاعل بعدهم ING على طول. خلاص. حلو الكلام. لو مجهول بقى. مش ING بقى. لو مجهول. لو عايزة حط بعدهم مجهول. يعني مسلا. عايزة اقول وهو بيتفحس. والبي بيتفحس. the baby was crying. while he. عايزة اقول بيتفحس. خلاص. يبقى while being. لما احط بعده while مجهول. هو بيتفحس. while being checked. يبقى. الكلمات الاربعة دول. لما يجي في اول الكلام. وعايزة احط بعدهم مجهول. احط بعدهم being والتصريف التالي. طب انا عارف من انه مجهول ولا معلوم من الجملة التانية. لما يتلاقي الجملة بيقولك ايه. while مثلا. آآ نقط. اختيارات. النص التاني من الجملة. the baby was crying. هو البي بي كان بيفحس. وانت بص على الافعال تلاقي الافعال ايه. الافعال تشيك. والشيكينج. ومش عالبيه. وبينج تشيك. بص على البي بي ده اول كلمة في الجملة التانية. ينفع هو اللي تشيك الدكتور. يعني البي بي نايم الدكتور ويقش عليه. اكيد لا. فبالتالي هو المفعول. هو المجهول هنا. يبقى المجهول في حالة المجهول بنحط being وتصريف التالي. زي مثلا اقول لك ايه. الجملة اللي كتبها لك على الشاشة دي. before being tieded the room was so bad. يا سيدي انا اعرف ازاي ومستر انها مجهول. يا عم يهدف. انت before بعدها نقط. افترض انا مش كتب لك هنا حاجة. ماشي. فاصلة. the room was so bad. اول كلمة بعد الفاصلة. بعد النقط. the room. مش كده. بص على الاختيارات بقى. الاختيارات تادي وتايد ويهس تايدينج وبيينج تايد. طب هي الروم بتادي. الروم بترتب. اكيد لا. يبقى مجهول. يبقى الحركة دي بتعرف بين خلالها ان الجملة دي مجهول. فيبقى before being tieded. قبل ما تترتب. the room was so bad. الاو ده كانت. so bad. لما تشوف باي اللي هي by the next year. by the end of the year. عارف انت باي دي. اللي هي بحلول. خلاص. كلمة بحلول. لما تيجي اول الكلام. او في اخر الجملة. المهم. باي كزا. يبقى انا باتكلم في زمن المستقبل التام. اللي هو well have. والتصريف التالي. by the end of the year. I will have studied all my lessons. عارف سلسلة الحلقات دي. يعني لو ما وصلتش لكل الناس اللي في سنة العامة السنة دي هزع جدا. لانها نفس الناس كلها تستفيدوا والله. حاول انت وانت كده بتسمعني. شاير لكل الناس. ابعت. ابعت خد الرابط وابعته كل الناس. وشاير له كل الناس. خسارة ان الناس دي ما تسمعش. لان بصراحة ان شاء الله بإذن الله احساس القوي كده ان يجي من حاجات كتير. يلا. اصلا. امتى اختار اما او ازا وار جوينج توزق المصدر. دي قاعدة برضو كاملة. يونت كاملة. اما او ازا وار جوينج توزق المصدر. امتى. بص. كلمتينه بس. التنبؤ بدليل. اللي هو يقولك ايه. it's getting كلاودي. الدنيا بتغيب. خلاص? ده دليل. يبقى it's going to rain. كلمات التحذير زي be careful, take care, watch out, look out. او ما تشوف كلمة من الكلمات الاربعض لو بتوع التحذير لوها بحذرك خد بالك take care, watch out. يبقى the bus is going to hit you. الوتوبيس هيدوسك. اوكي? طيب. كلمة مع النواية او الخطط. plan يعني خطط او خطة. intent يعني انوي. intention يعني انية. يبقى اول ما تشوف الكلمات بتاع الخطة او النواية او كلمات اللي يبقى على طول بتختار. حاجة كمان القرارات المتخذة مسبقة. يعني هي القرارات المتخذة مسبقا. لما تشوف كلمة have decided او have made up his mind. خلي بالك made up his mind دي معناها قرر زيها زي decided. لما تلاقي حاجة من الاتنين دول برضو. بس خلاص هي دي اما وزار زي going to sell in the market. الشوية الحاجات اللي قدامك دول. ولا كلمة ثانية زيادة عن دول. هما دول. خلاص خلص الموضوع. لما تشوف كلمة or. اللي معناها ان انا بهددك. لو ايه? هتعمل واجب ولا هضربك. عارف انت ده? or دي اللي هي ولا? خلاص? لو وجدت or معناها انه تهديد. وفي الحالة دي بقى استخدم ولو المصدر انتوا عارفين. التهديد ولو المصدر. الوعود والتهديد بقى استخدم معهم ولو المصدر. do your homework. اعمل واجبك. or i will punish you. خلي بالك انا حطى لك مجهول. or you will be punished. او هتتعاقب. يا اما i will punish you. يا اما will be punished. المهم انه معلوم او مجهول في ولو المصدر. خلاص? يبقى لما تشوف or تختار ولو المصدر مباشرة.